بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع الشابتر السادس بعنوان Properties of Sections, Center of Gravity and Centroid في جزئها السادس إن شاء الله هنا هل رح نقدم Section No. 1 بSample Problem 4 عشان نفهم بها أفضل Theorem of Purpose Goldenness Sample Problem No. 4 هنا زي ما تشوفه عندي the outside diameter of a poly which is equal to 0.8 متر ما المقصود بهذا أنه هنا عندي a poly السكشن متاع البالي هذي جاية زي اليو سكشن زي ما نشوفه هنا طبعا الديميتر هذا بيساوي 0.8 متر وهنا الجزء هذا هو اللي أخذناه ورسمناه هنا بالأبعاد الموضحة على الرسمة Knowing that the poly is made of steel مصنوعة من steel والدنسة متاع steel بتساوي 7.85 عشرة أس ثلاثة يعني 7.850 كيلو جرام بر متر كيوب إيش المطلوب determine the mass and weight of the rim يعني إيش هو المس والويت متاع كل الرسم هذا مع العلم أنه الكروس سكشن هي التالية هذا المطلوب هنا في هذا التمرين بالنسبة للحل we will apply the theorem of purpose caltonus to evaluate the volumes of revolution for the rectangular rim section and the inner cutout section and then we will multiply by density and acceleration عشان نجد الوزن طبعا هنا اليو سكشن تقدر تقسمها إلى rectangular كبير اللي هو المتمثل في هذا الرектانجل وتطرح منه الرектانجل الصغير اللي هو هذا عشان تبسط أكثر الشغل طبعا هنا بالنسبة للمستثيل الكبير اللي هو رقم نهب i هنا والصغير بنومبر تو هذا نومبر ون وهذا نومبر تو نومبر ون الأريا هي عبارة على مئة مليمتر ضارب خمسين تساوي خمسة آلاف بالنسبة للثاني هو ستين مليمتر ضارب ثلاثين مليمتر بتساوي سالب ألف وثمانمائة ليش سالب؟ انه راح اتراحها من هنا زي ما قلت يعني اليو سكشن بتساوي الريكتانجل الكبير ناقص الريكتانجل الصغير هات نشوف الآن الواي بالنسبة يعني معطيات لو أردتم الصونترويد بالنسبة للمستثيل الأول والمستثيل الثاني الواي هنا بتساوي طبعاً من هنا إلى هنا هذا هو المحور X فهذه هي الواي 1 وهذه هي الواي 2 الواي 1 طبعاً بتساوي ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليمتر والواي 2 بتساوي ثلاثمائة وخمسة وستين مليمتر أتبق القاعدة 2 باي ضرب واي بعدين ضرب الأريا 2 باي ضرب واي هي النتيجة التالية 2356 و2 بالنسبة للمستثيل الأول و2193 بالنسبة للمستثيل الثاني فطبعاً الأريا هذه كم تساوي بتساوي خمسة ألاف لو ضربت 2356 فيه 5000 أجد الفوليوم بالنسبة للمستثيل الكبير number 1 وهذا نفس الشي بالنسبة للنمبر 2 أطرح الأول من الثاني أتحصل على volume of the rim وهذا هو المطلوب في السؤال طبعاً لو عايز بعزين تحسب الماس الماس معروفة هي رو اللي هي الدنسيتي ضرب الفوليوم الدنسيتي معطاة بتساوي 7850 كيلو جرام بر متر كيوب ضرب الفوليوم اللي هو بيساوي 765 ضرب 10 أس 6 وطبعاً هنا راح تحصل على الماس اللي هي بتساوي 60 كيلو جرام بالنسبة للوزن بنطبق مباشرةً زي ما متعودين بها M في G اللي بتساوي 60 كيلو جرام ضرب 9.81 هذه التسارع متع الجاذبية وبتحصل على الوزن هنا W بتساوي 589 نيوتر شكراً على الانتباه شكراً على الانتباه